السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه النهار ده بقى هنعمل فيديو جديد طريقة عمل الكنافة من غير فرن وفي كاسات زي ما انتم شايفين بالشكل ده طبعا دي من غير اي فرن خالص وطريقة الكافيهات والمطاعم يعني دي تبقى عند الحلواني كده وفي الكافيهات بالشكل ده شايفين شكلها روعة حلو جدا يعني بيبقى طبقات زي ما انتم شايفين في الكاس كده وبتزينيها باي حاجة عندك في البيت اي فواكه كريم شانتيه كريمة لباني اي حاجة يعني ما تقايدش نفسك بحاجة معينة ان انت تعمل بيها الكنافة اي سوس اي مربة بالشكل ده يعني انا كان عندي كريم شانتيه بشوكولاتة كان عندي سوس جناش انا منزلها للفيديو بتاعها قبل كده كان كده عندي في التلاجة موجودة عندي في الفريزر فعملت بيه الكنافة زي ما انتم شايفين شكلها تزين بقى بمكسرات بمانجا اي حاجة عندك موجودة يلا بينا نشوف الخطوات ازاي وقبل اي حاجة ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد وفيديوهات الجديدة واللايك بقى عشان اعرف ان الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولو عجبتكم الكنافة الكاسات بالشكل ده ابعتوها لكل اللي عندكم علشان يعملوا الوصفة ويستفادوا منها برضو ويلا بينا نشوف الخطوات ايه احنا هنحتاج بس نص كيلو كنافة هنحطها في الفريزر شوية علشان تجمد ونعرف نقطعها كويس انا كي هتلعطان من الفريزر قطعتها بتتقطع بقى بسهولة معاكي او لو انت جابها لسه توظى فريش ممكن تقطعها في الكبة هحط عليها سمنة فلاحي او سمنة بلدي او زبدة ويقتلك معالق سكر بودر بالشكل ده وهقلبهم كويس وبعدين احطهم على النار ابتدي بقى يعني اقلبهم على النار شوية شوية لغاية ما تديني اللون الدهبي تتحمر معايا زي ما انت شايفين كده بس اهم حاجة اقلبيها بسرعة لان الكنافة بتتحمر بسرعة عشان ما تتحرقش منك يعني لو سبتيها ممكن من تحت تتحرق وفقوة تفضل نية فخلي ايدك فيها دايما تقلبي فيها زي ما انت شايفة بتتحمر ازاي بسرعة من تحت يعني هتلجي تقلبي فيها كده لات ما تدينيك اللون الدهبي اللي احنا محتاجينه لو ما عنديكيش سكر بودر ممكن تحط عليها معلقتين عسل اللي هو السيرب اللي بنقس ايبي الكنافة اي عسل حلويات كده بالشكل ده بقيت تمام هنبتزبع نجهز الكسات معنا اللي هنحط فيها كسات علب بلاستيك زي ما يكون عندك انت المتحقيقة والكبيات هنحط طبقة من الكنافة لحنا حمرناها دي كلها من تحت طبعا رحتها حلوة جدا 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 كمان بالنسبة للتزين هو عادي زي ما انت ما يكون عندك عندك كريمة كريم شانتي شوكولاتة سوس على حسب ما انت عندك هنزين بيها لو عندك فواكه ممكن تعمليها في الخلاط بس من غير مية هتديكي كوام كريمي كده انا عندي كريم شانتي بالشوكولاتة فهبتدي نيقى زين بي بالشكل ده ممكن تجيب كريمة لباني من عند اللبان عادي وتضربيها في المضرب شوية سكر بودر عندي برضو سوس جناش كنت منزلة قبل كده في فيديو هعطي شوية برضو منه هنزللكو طريقته في الديسكريبشن بوكس وممكن تكتفي بكريم شانتي بس لو عملت يعني باكو كريم شانتي ممكن تعملي كده عادي كريمة بيضو كده حطينا اول طبقة كنافع التانية طبقة كريم شانتي وصوس جناش بالشكل ده وعا كريم شانتي ممكن برضو احط كده حاجات بسيطة من السوس بيديله طعم وبيدي شكل في الكاس كمان لما بتيجي تشوفي في النهاية كده بتيجي تضيف طبقة تانية من الكنافع طبعا كاسات الصغيرة بتاخد طبقتين بس الكاس الكبير شوية بياخد ثلاث طبقات كنافع انا حبيت اعملكوا الحجم ده والحجم ده عشان تبقوا عارفيني الطريقة ازاي بالشكل ده هنكمل كل كاسات بنفس الطريقة بس هيكون التأزيم مختلف شوية علشان يبقى فيها اختلاف يعني وده شكل جديد من الكنافع حلو جدا وطعمها حلو غير كنافة الفرن يعني عشان رمضان محتاج التجديد هغطيها كلها كده بالسوس بس خلي بالك ما تقلبهاش او تتكي عليها علشان الكنافع ما تطلعش معاكي في السوس وهبتدي بقى احط لها من فوق رشد بس كنافع وهنا برضو هغطي بقى الكاس بالكنافع هتجربوها هتعجبكم جدا وطعمها حلو قوي 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 وحلو كمان لو عندك ديوف ممكن تقدميها شكلها جديد وضريف هنا في الكاسات هنحط تاني طبقة من الكنافة واحط سوس بالشكل ده وفي كده كملتو كنافع وسوس تاني هنا عندي المانجا دي مانجا كتف الفريزر عندي مفرزوها طلعتها بس هرستها بالشوكا شوية تدينا كده كوام كريمي وهبتدي اغطي بيها الكاس حقيدي شكل حلو قوي المانجا وهنا الكاس ده اغطي بالكريم شانتي يكون شكله مختلف شوية وهارش من عليه رشد شوكولاتة فرماسيل يعني اي حاجة عندك في البيت ممكن تستفادي منها انا كان عندي شوكولاتة فرشدت عليها وهنا اللي بالشوكولاتة رشدت عليه رشد فصدق وحطت له كريز وحبتدي ازاين بالشوكولاتة الكريسبي اللي هي الكور بالشكل ده وده كده الشكل النهائي معنا في الكنافة الكاسات زي انت بالفصدق والكريز شايفين طبعا شكلها حلو جدا جدا ومشاهي وطعمها احلى كمان ان هنا عندي كنافة بالشوكولاتة كنافة بالمانجا كنافة بالذات عندي كذا شكل وكذا طريقة للتازين للكنافة لو عندي كريم شنطيق ابيض او كريمة لباني كمان ممكن تزيني بيها حلو قوي مكسرات يعني المتاح عندك وما تقابيش نفسك في التازين بحاجة معينة وده كده كان شكل الكنافة يا رب تكونوا عجبتكم وتجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات ايه وان شاء الله هنزل لكم برضو وصفات جديدة للكنافة وطرق تانية لو عجبتكم الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة تفعيل الجرس واللايك والشير وبعتيها الكل اللي عندك عشان يجربوا الوصفة ويقولوا لي رأيهم ايه ويقولوا اللقاء في فيديو اخر مع عيام سار اشتركوا في القناة